تعتزم إدارة اتحاد العاصمة فتح تحقيق حول تحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بدهن مدرجات ملعب عمر حمادي بألوان نادي الجارة المردية الجزائر وهذا حسب ما أكدتها مصادر مطلعة لتليفزيون النهار من إدارة اتحاد العاصمة والتي تسعى لتحديد الفاعلين وكشف هويتهم قصد متابعتهم قضائيا هذا وتفجأت إدارة الملعب صباح اليوم بتغيير طلاء المدرجات السفلية لملعب عمر حمادي ببلغين بالأخضر والأحمر عكس ما كانت عليه سابقا قبل أن تعيد طلاءها بالأسود والأحمر هذا وسيكون الجار فريق مردية الجزائر على موعد مع مواجهة نادي بارادو في ملعب عمر حمادي لحساب الجولة الثانية من المحترف الأول